بسم الله الرحمن الرحيم متابعي القناة تهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد سيتم في الأيام القليلة القادمة غلق ملعب الرابع والعشرين في براير بمدينة سيديب العباس أين سيخضع هذا الملعب لإعادة تهيئة وترمين حيث تمارس مبلغ مالي معتبر من أجل الانطلاق في هذه العملية والتي هي مقررة في مارس من سنة 2024 وتزدر الإشارة إلى أن ملعب الرابع والعشرين في براير بمدينة سيديب العباس يعتبر من أكبر الملعب المتواجدة في الغرب الجزائري وستكون هناك عملية تهيئة عصرية وحديثة حيث ستكون البداية بالمدرجات أين سيتم نزح المدرجات القديمة وتركيب كراسي جديدة إضافة إلى مضمار ألاب القوى الذي سيتم إعادته بالكامل كذلك أرضية الميدان أين سيتم نزح العشب الاصطناعي وتعويضه بالعشب الطبيعي أما فيما يخص المرافق الداخلية فسيتم إعادتها بالكامل كغرف تغيير الملابس والقاعة الخاصة بالمؤتمرات الصحفية وكذلك عديد الأمور الأخرى كذلك الوجهة الخارجية سيتم إعادتها بالكامل وللتذكير فقط فإن أحد المهندسين الجزائريين قام بتقديم تصميم جديد لهذا الملعب وعن كيفية إعادة تهيئته وترميم وأكد على أن هذا التصميم لا يكلف الكثير ويمكن اعتماده في ملعب الرابع والعشرين فبراير بمدينة سيديب العباس وأكد هذا المهندس على أن هذا التصميم استوحاه من الملعب المتواجدة في أوروبا والصور التي هي أمامكم توضح التصميم الذي قدمه هذا المهندس فنتمنى من السلطات المحلية والقائمين على تهيئة ملعب الرابع والعشرين فبراير بمدينة سيديب العباس أن يتم اعتماد هذا التصميم لأنه سيجعل الملعب بمواصفات عالمية خاصة وأن هذه المدينة الجميع يعلم أنها مدينة رياضية بامتياز وهي كذلك مدينة سياحية ويتوجد فيها كل الظروف التي تسمح بتنظيم أي مباراة ولية للمنتخب الوطني الجزائري أو للأنديا الجزائرية هذا هو الجديد الذي أردت أن أقدمه لكم في هذا الفيديو عن إعادة تهيئة ملعب الرابع والعشرين فبراير بمدينة سيديب العباس والذي سيكون بداية من مارس من سنة 2024 في الأخير إخواني إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد إلى اللقاء